الأخبار كماعة البنت دي عملت أجمد وأحلى كيكة ممكن تعملوها في حياتكو في الخلاط زي ما سمعتو عملتها في الخلاط حطت مكونات سهلة وبسيطة جدا في الخلاط وطربتهم مع بعض وبعد كده دخلتهم الفرن لمدة عشرين دقيقة وتقول ان دي أجمل كيكة صحية ممكن ناكلها في حياتنا فهنا دلوقتي اجربها واشوف هتنجح معي ولا لا واول حاجة نحط ماء وعادل كوباية جبن قريش بعد كده نحط عليهم بطين نحط عليهم نص كوباية شوكولات شيبس أو شوكولاتة خامة بعد كده نص كوباية كاكاو خامة ولازم يكون كاكاو خامة بعد كده نص كوباية دقيقة وآخر حاجة معلقة صغيرة بيكينج سودا تمام كده خلاص طبعا هي اخدت شوية وقت في الخلاط لغاية مختلفة مع بعضها بس في الآخر زي ما نشايفين الخليط بقى حلو جدا ومتماسك جدا جدا دلوقتي انا لدي صنية صغيرة زي اللي استخدمتها فعندي القلب الفخار ده فكاكتنا ان انا اعمل فيه ولكن احط جواهي برق حراري عشان ما تتزاقش تنطلنا الفخار واعرف اطلعها بعد كده نزل الخليط ده بقى كله هنا تمام ودلوقتي حطتها في اول قلب انا هقسمهم على قلبين وهدخلها الفرن لمدة عشرين دقيقة وبعد كده يشوفها ودلوقتي تلعطان الفرن بص يا جماعة شكلها هعمل ازاي شكلها مرعب شكلها هموت ودقها كده نشوف هنا كلها ازاي طيب دلوقتي بقى لها ربع ساعة بره الفرن نبتلين نطلعها من القلب الفخار حاس ان انا فنان والله العظيم حاس ان انا فنان بس خايب بقى تطلع لازع فيها فانقول بسم الله ونبتلين نفتحها كده واو حلو 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 بصوا يا جماعة عاملة ازاي بصوا بصوا بطلع ازاي زاي الكيكة الصيني كده شكلها مرعب وخطيرة دلوقتي انا متحمس جدا ان انا ادقها دلوقتي حالا وعايز اعمل حاجة امش عافية صحة ولا غلط بص انا عايز اغزها من النص كده ونشوف ردة فعلها بسم الله واحد اتنين واو 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 بصوا يا جماعة الشوكولاتة جواها سايحة ازاي بصوا الشوكولاتة جواها سايحة ازاي ملمسها هشة جدا بصوا يا جماعة بصوا قد ايه هي هشة وبتطلع ازاي بصوا لها خطير دلوقتي ندوق ونقول بسم الله ايه يا جماعة ايه ده بعيدا عن طعمها انا مبهور من القوانب داعها تحسوها كيكا براونيز مع الاشراء المقرمشة اللي عليها دي اقسم بالله تحفظ جماعة احنا فقيتنا كتير اوى يا جماعة الجماعة احنا في حاجات اوى مش وصلنا لسه لمصر يعني انا حاس ان احنا متأخرين اوى بصوا الاشراء اللي عليها من فوق انا بالنسبة لي كيكا نضيفة جدا صحية جدا معمولة بالجبنة القريش وفي نفس الوقت مكوناتها بسيطة جدا فاهمة تستاشتعمل لايك وشير ومنشان صاحبك اللي هتجرب معاه الكيكا الجامدة دي معاين احنا